اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مؤقتة رعدية الليلة ان شاء الله التقص في الشمال والوسط يتميز بوجود صحب تكون احيانا كثيفة ترافقها نزول امطار متفارقة وتكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة اقصى الشمال ايضا امكانية تساقط البرد في بعض الاماكن المحدودة اما بنسبة للجنوب فالصحب تكون فيها عابرة ريح تكون من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب لكن سرعتها اثناء مرور الصحب الرعدية تتجاوز 70 كم في الساعة البحر في الشمال يكون شديد الاستراب في متموج قليل الاستراب في متموج في بقية السواحد الليلة ان شاء الله درجات الحرارة في الشمال والوسط تكون بين 14 و18 درجة في حدود 11 درجة في المرتفعة لكن في الجنوب درجات الحرارة تكون اعلى تكون بين 17 و21 درجة غدوة ان شاء الله اللي ميز حالة التقس وجود ضبيب محلي سباح بكري في اغلب مناطق البلاد مع بعض الصحب اللي تكون احيانا كثيفة في مناطق الشمال الريح تكون من القطاع الغربي البحري يكون متموج من المتوقع الاتفاع في درجات الحرارة القصوى اليوم الغد ان شاء الله وتكون 26 في قليبيا 27 في كلمان نابل وايضا في بنزرت تونس 28 زغوين ايضا 28 29 في باجة 25 تبرقة 27 جندوبة 28 سليانة 27 في الكيف اقل في تيلة في حدود 26 درجة واعلى في القيروين في حدود 30 درجة بنسبة للمناطق الساحلية 28 درجة في كل المنسوسة والمهدية اعلى شوية في المونستير في حدود 29 درجة 28 درجة في كل منقرق نص في قص وايضا في ولاية سيديبوزيت 26 في القصرين 28 قفصة اعلى شوية في قيبس واعلى شوية في كل منتوزر وقبلي في حدود 31 درجة بنسبة للمناطق الجنوب الشرقي فغضوة ان شاء الله درجات الحرارة القصوى في جزيرة جربة تكون في حدود 28 درجة 30 درجة في كل منمدنين تطوين وايضا في رمادة بنسبة للملاحة وصيد البحري اليوم الغد ان شاء الله الريحة تكون جنوبية غربية على كامل سواحل البلاد ما عدا في خليج قيبس تكون جنوبية شرقية سرعتها في السواحل الشمالية تكون بين 15 و 25 عقدة لكن تتقلص صباحا تكون بين 10 و 20 عقدة في خليج الحمامات ومنطقة الشابة سرعة الريحة تكون بين 10 و 20 عقدة تتقوى بعض الظهرت تكون بين 15 و 25 عقدة لكن تتجاوز 35 عقدة أثناء مرور السحب الرادية في خليج قيبس سرعة الريحة تكون بين 10 و 15 عقدة تتقوى بعض الظهرت تكون بين 15 و 20 عقدة البحر يكون متموج على كامل سواحل البلاد نشوف مع بعضنا درجات الحرارة القصوى اليوم الغد إن شاء الله في بعض العواصم العربية والبلدين الأوروبية نوكشة 41 درجة تقس مغيم في الدار البيضاء 28 درجة صافي في الجزائر 27 29 في ترابلس 42 في الخرطوم 34 في القاهرة بالنسبة للمدينة المنورة ومكة المكرمة 39 درجة تقس صافي في مسقط 33 35 أبوظبي 37 في الدوحة تقس صافي في الكويت ودرجات الحرارة مرتفعة 42 درجة 28 في بغداد ديمشق 31 بيروت 29 درجة القدس الشريف 27 وجود بعض الصحب العابرة في اسطنبول 22 درجة نزول أمتار في روما 21 24 درجة في كل من مرسيليا بيريز وجونيف 23 في فيينا وبرلين تقس مغيم في بروكسيل 22 درجة ولكن يكون صافي في مدريد 29 درجة أقل شوية في الأشبونة 28 درجة خلينا نشوف مع بعضنا حالة التقس بنسبة لنهارين الجايين نهار لحد إن شاء الله الصحب تكون عابرة على كامل البلد ريح في الشمال تكون من القطاع الشمالي ومن القطاع الغربي في الوسط والجنوب البحر في الشمال يكون قليل الاصطراب متموش في بقية السواحل درجات الحرارة تكون بين 27 و32 درجة وفي حدود 25 درجة في المرتفعات نهار لاثنين إن شاء الله الصحب تكون أيضا عابرة على كامل البلد ولكن تكون أكثر كثيفة في مناطق الشمال والوسط مع نزول بعض الأمتار المتفارقة ريح تكون من القطاع الشمالي في الشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي في الجنوب البحر يكون قليل الاصطراب درجات الحرارة من المتوقع أنها تنخفض شوي في مناطق الشمال والوسط ولكن تبقى في استقرار في مناطق الجنوب شروق الشمس وغدوة إن شاء الله يكون في حدود الـ 86 دقيقة وغروبها الـ 556 دقيقة اتنجموا تعرفوا أكثر معلومات إذا اتصلتوا على رقم الموزع صوتي 88-4040 تبعتوا إرساليات قصيرة أو تزوروا موقع الويب www.metu.in نختم نشرتنا كما العادة بأوقات الصليت اليوم الغد إن شاء الله صليت الصباح تكون في حدود الـ 54 دقيقة اظهر نص نهار و15 دقيقة صليت العاصر الـ 23 و25 دقيقة وبنسبة للمغروب الـ 55 دقيقة أما صليت العيشاء فتكون في حدود الـ 27 و22 دقيقة هكا نكون وصلنا لختم نشرتنا لليوم نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله